السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبة من جديد مازلنا مع قناة تبسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا نهل سؤال يطرح نفسه هل تتحقق الرؤية إذا فسرت بأكثر من تأويل عايزين نعرف شفت الرؤية فروحت ليه مفسر فسرها لك وروحت لمفسر التاني فسرها لك بالتفسير آخر مختلف تماما عن هذا التفسير أكد معظم علماء التفسير القدامى لا تكلمش عن المعصرين أن تفسير الرؤية هو الذي يتحقق ولن يتحقق تأويل آخر وهذا التفسير الذي يريده الله سبحانه وتعالى هو سواء تفسير واحد يعني مثلا أضرب مثال ما يكون فيه اتنين بيتشجروا وبيتخنقهم على شيء معين شيء واحد اللي اتنين يستحيل ان يكونوا الاتنين صح هو فيهم واحد مخطئ والتاني مصيب ده قولا واحدا فانت رؤيتك هو لها تفسير واحد ولذلك احنا دايما نقول يا جماعة ما تروحش بالرؤية الاكتر من المفسر ان ارتحت لمفسر واحد مفسر واحد هو ده اللي تروح له وما تغيروش انما احنا احنا في عبس احنا في عبس تدخل على الشيخ اسماعيل وتحضر البس وتفصل رؤيتها تطلع وتاخد رؤيتها وتدخل على بس للمفسر اخر وتاخد رؤيتها تاني للمفسرة تالتة هو ايه ده هو انت سيادتك بتختاري بتشوفي ايهم تفسيرهم اجمل ايه الكلام ده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان الواحد ياخد رؤيته ويجري بيها على المفسرين تعدد المفسرين غلط اصلا انا انا بقوله خلاف اللي غير بيقوله خلاف ان واحد غير نحنا الاتنين بيقوله انت بقى تروح فين وانت بتختار بتختارش واشار البعض من المفسرين انه يشترط لتحقيق التفسير الاول وهو انت روحت اكتر من مفسر اشترط البعض ان المفسر الاول ده تفسيره يقع يعني اذا كان متمكنا وعلى علم ودراية بالعلم الشرعي خلاص كده انتهت يعني انت شايف ان فلان بلاش انا انت شايف ان الشيخ فلان او المفسرة فلانة عندها خلفية بالعلم الشرعي وللاسف ثلاث ترباحهم ما بيعرفوش يقروا الفتحة للأسف وانا دايما نقول ان علم تفسير الاحلام علم شرعي سيبكم من كلام اللي احنا بنسمعه ده والله سيابتك بتفسري الاحلام موهبة ولا عند دراسة وعلم والله انا يعني ربنا الديني موهبة بفسر بقالي خمس الشرعي السنة موهبة موهبة ميه موهبة ايه الموهبة دي لناس مش متخصصين اساسا ما بتصدروش المشهد بتفسير الاحلام خلنا بس ركزوا في الكلام يعني مش يوتيوبر زي مش دارس هنا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطي موهبة لشخص مالوش علاقة باي حاجة بس ربنا اديه له جده مش اللي بيفسرهم ولما نيجي نسألهم والله يا حاجة يعني ايه اخبارك في تفسير الاحلام والله موهبة موهبة طب لو سمحت يخد الموصحف كده يقري الفتح طب شترا فتح فين موهبة الموهبة اختصها الله تبارك وتعالى لعباد يعني صالحين واحنا مش صالحين عمش نتعك على بعض احنا بنأمل ان احنا نكون صالحين لما الصالحين اللي انا قصدهم ناس اللي فطرتهم سوية ودول ندرة عرفتوا الموهبة بتديها المين مش اللي بتطلع على شاشات التليفزيون موهبة بني خمسار سنة موهبة وقنوات تلت تربع قنوات على الوتيوب لما اتتبعوهم كده في البداية بتلاقيها مثلا كانت بدأ قناتها بطبيخ وبتكنس السلم وبتسيق البيت وفجأة قلبت متشتريت احلام يا حلاوة ايه الجمل ده والله انت فجأة وانت بتطبخي في المطبخ حسيت ان انت بتفسري احلام ده اسمه تهريج ما تضيعوش نفسكم روحه المتخصص روح الواحد لازم تكون خلفيته شرعية لازم يكون دارس دين لان تفسير الاحلام علم ديني شرعي ما الدليل هو الرسول صلى الله عليه وسلم مش ده اول واحد تفسر في الاسلام طب الرسول ده ممكن لما نيجي نصنفه كده رجل سياسة اه هو كان بيقود الحروب بس ده مش موضوعنا انا متكلم على السياسة اللي موجودة العصرية اه طب علم جيولوجيا علم الارض ولا رجل دين رجل دين ولوه ابواب في صحيح البخاري ابواب في صحيح البخاري باب الرؤية وايات في القرآن الكريم يبقى علم دبسير الاحلام لازم نوفسر يكون على خلفية شرعية السلام عليكم اشتركوا في القناة